اشتركوا في القناة على الجزائر الايام القليلة القادمة اذكر متابعين الكرام بهذه النشطية الجوية الخاصة لحوال طقس الجزائر ليوم السبت الرابع عشر من شهر سبتمبر 2019 نبدأ بالفترة الصباحية حيث نتوقع اجواء غائمة على السواحل الغربية بحول الله تعالى وايضا بعض الغيوم من حين الاخر على المناطق الغربية الداخلية المناطق الوسطى والشرقية ستكون اجواء غائمة بحول الله تعالى طيلة الفترة الصباحية بالإضافة إلى شمال الصحراء والوحات وسط الصحراء وأقصى الجنوب باقي المناطق الحدودية مع دولة تونس وليبيا المناطق الجنوبية الشرقية جواء صافية ومشمسة بالإضافة إلى المناطق الحدودية مع دولة المغرب المناطق الجنوبية الغربية في الفترة المسائية متابعنا الكرام نتوقع بحول الله تعالى أمطار ستكون غزيرة إن شاء الله على المناطق الوسطى على ولايات تيبازا شلفة بالإضافة إلى عين دفلة المناطق الغربية ستكون أجواء غائمة بحول الله تعالى غيوم كثيفة المناطق الوسطى ستكون الأجواء غائمة من هنا إلى آخر والمناطق الشرقية الداخلية والسواحل ستكون أجواء غائمة مع بعض الأمطار على الأوراس ولاية باتنا تبسة وولاية تخنشة ستكون هذه الأمطار على شكل زخات وأمطار خفيفة شمال الصحراء واللوحات أيضا أجواء غائمة بالإضافة إلى غيوم كثيفة على وسط الصحراء وسنسجل أيضا أمطار على ولايات أدرار ولاية غرداية بحول الله تعالى وبعض مناطق من ولاية تمرست في الفترة الليلية نتوقع وصول أمطار ستكون معتبرة وغزيرة جدا على السواحل الوسطى الجزائر العاصمة بالإضافة إلى بومرداس ولاية البليدة بالإضافة إلى تبازا عين دفلة وولاية أيضا أشلف لحية التنس وولاية كما قلنا ولاية المدية بحول الله تعالى أيضا أمطار على ولايات غريزان معسكر بالإضافة إلى السعيدة قد تشهد أمطار معتبرة بالإضافة إلى ولاية سيدي بالعباس أيضا ولاية البيض والأغواط إن شاء الله أيضا أمطار ستكون معتبرة على ولاية أدرار وولاية غرداية في الفترة الليلية والساعات المتأخرة من نهار السبت بحول الله تعالى ننتقل إلى درجات الحرارة متابعين الكرام ليوم السبت الرابع عشر من شهر سبتمبر ستكون أجواء حارة نسبيا على المناطق الصحراوية سنسجل 43 درجة على أدرار وولاية تيندوف 33 درجة على بشار 33 على ويرقلا بالإضافة إلى توقوريتا 32 درجة على إليزي 36 درجة على تمرس نفس المقياس على ولاية غرداية 29 درجة على الجلفة وولاية المسيلة أيضا تقريبا 33 درجة على ولاية بسكرا 31 درجة على المناطق الشرقية الداخلية قسنطينة، قلمة، سقراس، أمنبواقي، ميلا 30 درجة على ولاية سطيف، بورجبر، ريجل، بويرا وبالإضافة إلى النمدية تقريبا 36 إلى 37 درجة أجواء حارة نسبيا على المناطق الغربية الداخلية ناحية معسكر غيريزان بالإضافة إلى شلف وعين دفلة وأيضا شمال تقريبا سيدي بالعباس وولاية السعيدة بحول الله تعالى أيضا وهران وعينة وشنطينة بالإضافة إلى تلمسيلة سنسجل ما بين 30 إلى 34 درجة السواحل الوسطى 29 درجة ونفس المقياس على السواحل الشرقية الرياح متابنة كرام ستكون في الموعد على كل السواحل الشرقية الوسطى والغربية مع بحر سيكون مضطرب على كل الشواطئ رياح أيضا قوية على ولايات تلمسان سيدي بالعباس أيضا وولاية السعيدة وأيضا وولاية الجلفة المدية بالإضافة إلى تسمسيل تخميس مليانة وأيضا مناطق تيارة بحول الله تعالى أيضا رياح على شمال الصحراء والواحات وسط الصحراء وأقصى الجنوب نحية تمرسة ولاية إليزي ما يؤدي إلى تطاير لريمال ستكون عاصفة بحول الله تعالى كل السلام نتمنىها للجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته